صلاح مسلا بيلعب في ليفربورد مسلا يجي مكالستر مسلا يجي سبوزلاي يجي جوتا يجي مش عارف مين الناس اللي بتعرف تمني الهجمة وتعرف تحرك الكورة والناس اللي بتعرف تنقل الكورة انا بس تاني انا مش مختلف معاك من حيث المبدأ انه صلاح كل ما كان في مركزه كل ما هتاخد منه انتهي اكتر تمام بس بحس في منتخم مصر صلاح انا ما بيلعب جناح بيتكتف عشان اخلق لعيب محدش بيوصله الكورة يا كريم اخلق لعيب عندك نصر مهر يعرف يعمل دي عندك امام عشور بيعرف يعملها عندك مروان عاطية بيعرف يعملها انت عارف افضل افضل لحظات صلاح بالمراقية انا بأكد على كلامك افضل لحظات صلاح التاريخية مع منتخم مصر في الوانجر لما كان كوبر لعب على صلاح بصل صلاح بس كان مين بيلعب معه في التشكيلة ابو تريكا او عبدالله السعيد او عبدالله السعيد صح انا بحيس بقى في المنتخم ديوتي ما فيش تحطله ناصر مهر اه جربه انت النهاردة جربته في خمس دقائق اديك على فكرة انا هنا قلع بتشارتي منتخم الزمالك انا فاهم انا فاهم كلنا كنا عايزين ناصر مهر النهاردة النوعية بتاقي ايديك يعني لو قافش كان موجود النهاردة كنت هتقول يا قافش يا ناصر معاك جدا اه اي واحد فيهم الله ينور عليك لكن هو ناصر الوحيد اللي عندك على الدكة اللي يعمل لك الحل اللي ابتكاري ده الله ينور فانت عندك الكوالتي خاصة ان انت برضو يعني لو خفت على نص الملعب لو خفت على نص الملعب في وجود ناصر مهر عشان الحتة الدفاعية يعني متديله اخر نص ساعة اديله وقت يعرف والله يكن تعاييش تديله مديها تمانين احنا مبنلعبش برضو يا جماعة احنا مبنلعبش السنغال مبنلعبش جزائر مبنلعبش جري ايو بس ما احنا اتخطفنا الشوت الاول واحدة اتخطفت عشان انت مش مركز عشان انت بتلعب غلط اربعة اربعة اتنين مش صح انت واخد من صلاح كتير اوي اوي واخد من مستوى ومن شكله ايه الشكل اللي كان موجود عليه منتخب مصر الشوت الاولان يا كريم انت ككريم بتقعك تستمد لا احنا استحوزنا عالكورة كتير اوي احنا فعلا خلنا الاستحواز بس سلبي الله انا قرأ عليك انت موصلتش ليه لان صلاح بيستلم بداره ومصطفى محمد طول الوقت الناس بيتخبط عنا تجري النهاردة كامتون حسامي تكلم عن موضوع الاستحواز وقال انه من زمان منتخب مصر ماستحوز كده بره مصر بيقع الكورة بس انا مثلا انا مختلف في فكرة انه انا ماستحوز سلبي انا ادي الكورة للخصم بس روح لي بكورتين تلاتة بهاجبات مرتدة انا تمام زي الفل انا كده هبقى تمام شو كلمة مش هانفع اقولها يعني مش لازم الاستحواز بلاش تقول انا مش هانفع تقول انا مش هانفع منك انا اسف لما كانت الكابتين حسام حسن عندي استورة طبعا انا عافت بتحبه كمان جد اقسم بالله بحبه جد طبعا طبعا شفت التحليف تأوش لا اصلا انا قلت كلمة غلط فحقه لان هو كابتني خد بالك انا باحترم جدا الكبير في السن طبعا والكابتين حسام ده كابتني طبعا ده احنا واحنا في الزمالك كان طريق السعيد ده له الشارع مع اني لو انت عايز تسيبها طريق من حقي بس ده كابتن حسام حسن حايل وبجد هو كان فرود مبدع طبعا لا اصطورة بش خلاف يعني بش خلاف على حسام حسن انما احنا هنا بنتكلم في حسام حسن كابتن حسام حسن المدرب المدير المدير الفاني المنتخل اللي هو من حقك انت قراج اللي عدت كرة انت تقول وجهة نظرك ممكن تختلف تتفق معايا عليه انا اتفق اختلف معاك عليه ده وجهة نظري محدش يحكر على حد في وجهة نظري بس اولك حاجة بالمناسبة انا مبسوط اول بالشوت الاول منتخم مصر قدام بوركينا مبسوط اول بالشوت التاني منتخم مصر قدام بوركينا بالمناسبة يعني هو عادة العين البشرية بتروح للسلبيات بس الايجابيات كايت حلوة احنا لعيننا شوت اول قدام بوركينا كان عظيم ممكن تغييرت زيوز دي كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا اللي قبتن حسنح الطريقة اللي لاعب بيها في موالبها بوركينا الشوت الاول. طريقة صعبة جدا. متخضينا كلنا. تريزيجي ومش عارف. متخضيت ونجح. ونجحت. طبعا. الشوت الاولاني اول ربع ساعة وعملت الشوت. بلاش اول ربع. الشوت كامل عشر على عشر.